مش هبالغ لو قلت انه لأول مرة تقريبا يعني في حدود اللي انا حضرت وشفت واتفرجت عليه لأول مرة تبقى تصفيات أفريقيا لكاس العالم أسهل بكثير بالنسبة لنا من أمم أفريقيا ويبقى التحدي الصعب قدام المنتخب هو أمم أفريقيا مش مشوار كاس العالم بشوف طبعا انه فوز مهم في توقيت مهم دفع معنوية ما كسب على كل المستويات أتمنى ان احنا نستغلها وخصوصا انه محطة الاعداد لمشوار أمم أفريقيا اللي هتكون في يناير ان شاء الله 24 ما فيش قدام المنتخب فيها غير مشوار تصفيات كاس العالم اللي فاضل منه مباراة واحدة قدام سيريليون وأعتقد فيه معسكر أو أجندة دولية هيتخلى لها مباراة أخرى مباراة ودية يعني للمنتخب المصري فيها فرصة انك انت تتحضر لعدتك على كل مستويات بدني فني تكتيكي والأهم من كل ده نفسي لأنه اللاعب المصري بيتأثر جدا 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 نفسيا تعالوا نقرأ فرنيات مباراة مباراة ونشوف بصمات فيتوريا صحيح وأتمنى ان النتيجة ما تكونش خداعة لانها نتيجة طبيعية ومنطقية جدا انك تكسب جيبوتي أي 11 هتجيبهم من مصري لازم يكسبهم منتخب جيبوتي فأتمنى ان شاء الله ان احنا ما ننخدعش بالنتيجة دي ونستمر على نفس المستوى من التركيز ومن الجدية اسمحولي يا رحب بضيفي في السادسة النهاردة كابتل كبير فتحين وصير مسأخرة كابتل فتحين سأخير يا محمد مبروك انطلاقة منتخب مصر في تصفيات كاس العالم عرض اكتر من رائع نتيجة بسطت الناس جدا اخد رأيك كده في المباراة وفي انطلاقة المشوار بداية بنسبة لتصفيات كاس العالم ومنتخب مصر اولا مبروك لنا كلنا لان كل مصر امل امل اي فريق او اي بلد ان فرقتنا توصر كاس العالم فده امنا ان شاء الله ان فرقتنا توصر كاس العالم وبالتالي خصوصا ان اخر بطولة احنا ما وصلناش وصلنا 2018 نقريبين بس اه وبعدين بضرب الترجيح في نهاية المباراة انا حظينا واحد شكابت الفاتك من تصفيات كاس العالم دي اه مش عايف ليه ما بتعليش لناش تصفيات يعني لازم لازم فيه مطبط صعب نقدر نقول بداية موفقة البداية فيه معنويات فردية للعيبة خصوصا صلاح سوبر هاتريك وديبتيل دي معنويات عالية للفرقة كفرقة للمدربين للجهاز الاداري للاتحاد للجمهور فاصبحنا كلنا دلوقتي في بوتقة واحدة كلنا في مكان واحد وبدأنا المشوار بقوة وبتدي انذار لبقية الفرق اللي بلعبه معاك انت عندك اربع فرق تانين في المجموعة فانت برضو دي بتديهم انذار بتقول لهم انا جاي انا مش بهذر انا داخل انا بسجل وبسجل في اي وقت وبسجل بأي طريقة وبسجل بكذا اسلوب فاذا دي بتبقى بغض النظر عن جيبوتي جيبوتي يا طبعا جيبوتي مصنف بتعدل مية وخمسين من ال رينك بتاع الفيفا ايه داخل على مية وسبعين فطبعا المسافة تقديد لكن نقدر نقول ان بداية موافقة وان شاء الله تكتمل بكرة في مباراة سيراليون هاجي الماتش السيراليون لكن خليني اشوف اكيد ارايتك لشغل المنتخب وشغل فيتوريا مع المنتخب في مباراة جيبوتي مع طبعا يعني الاخدف الاعتبار ضعف مستوى الفني المنافس اكيد مختلفة ممكن تكون فرصة بالنسبة لمدير الفني انه يجرب اكتر من طريق لعب ممكن تكون فرصة انه يجرب في تغيير مراكز ممكن تكون فرصة انه يجرب لعيبة او يديهم خبرة الاحتكاك الدولي شفت استغلال فيتوريا الفرصة زي دي مباراة على عرضه طبعا كل اللي انت قلته بالزبط حصل مباراة حصل مباراة يعني ممكن نقول احمد زفير فيتوريا لان فعلا بتهال يا كابتن فاتحي اي يعني انا باشوف انه المشوار ده او النص خديم التصفية كاسعالم اي مدير فني قادر يقود منتخب مصر للوصول لتذكارة التأهل هو عايز يكسب كاي فكسب هو عاوز يحط لعيبة الصويرين اللي هما ما لعبوش قبل كده قدام جمهورهم زي مثل احمد سردباك احمد سامي احمد سامي اوه وعندنا الباك مغير هاني مريحه اي وملعب عمر كمال عمر كمال برضو كباك تاني دولة يعني بيعتبروا صغيرين هو المنتخب مفوش لعيبة كبيرة دلوقتي غير يمكن الشدناوي والنني ومحمد صلاة هو مش القصد بينه صغيرين في السن لا انا بصد لعيبة قديمة في المنتخب لكن هو عايز يديهم دفعة في مبارعة ملعبنا يعني اغلب اللعيبة دي مرموش عمر كمال محمد هاني احمد فتوح حتى ممكن اقولت ريزيجي ومصطفى محمد مشوارهم الدولي مع منتخب اول ما هوش عدد مباريات كبير يعني بالزبط صحيح منهم لعيبة كتير جدا تقدر تراهن عليهم انهم اساسيين لكن في النهاية اصحاب الخبرات في المنتخب النهاردة يعني بعد احمد حجازي بعد بتعدي الوينش مفيش غير الشناوي والنني وصلاح تقريبا وطارق وطارق حامد اه طارق برضو من العيبة السنهم اللي هو برضو معدي بقاله مش لا طبعا طارق من العيبة الاديمة لا كل دو تعدوا كل دو تعدوا التلاتين اه فطبعا على الاقل احنا اختار منهم اربع يكونوا عدوا التلاتين الفرقة مش هتزيد عن كده بس الشناوي ان شاء الله رجع وهو حيقود يلعب كاسا عالم حيقل عبدالله من عجل الاتحاد وان شاء الله هيرجع في خلال يعني اذا في البطولات او على البطولة اللي كده او على بطولة افريقيا هنلاقي احجازي موجود تاني في الفرقة نتمنى ان شاء الله نتمنى ان شاء الله الفكرة احمد ان الفرقة دي جيبوتي طبعا هي بتتخدم الاستاد بس الاستاد مكنش في جمهور دي مشكلة تانية يا كابتن فاتح بس شكل الاستاد برضو يخط يعني انت لو في الملعب احنا موجودين الملعب حتى لو فيه عشرين واحد صوتهم بيسمع كان فيه مثل نقول خمس تلاف خمستاشر الف في الحدود دي يعني اي عدد من ده لكن صوته فيه عندك تفسير لغيابة الجمهورة يا كابتن فاتحي هو فيه حاجات انا وانا بحضر مؤتمر الصحفي قبل المطش كان كابتن نيني كان بيتكلم على فكرة انه اللعيبة مستغربة جدا بيروح يلعبوا برا قدام تونس ولا قدام الجزائر بيلقوا ولا قدام اي منتخب يعني عندما شوفنا السنغال شوفنا جنوب افريقيا بنتلاقي كل الاستادات كامل العدد ما يجي المنتخب بيلعب على ارضه ما بيبقس في حضوره فيه فيه اسباب اسباب نفسية نفسية ما احنا بقول النفسية انت ذكرت نفسية الفرقة لازم تكون اعداد نفسي للعيبة وكده الجمهور نفسيا برضو موضوع فلسطين مؤثر على الناس الناس قاعدة قدام قناة التلفزيون وبتشوف اللي بيحصل فنفسيتهم ما هيش مجدودة قوي وحاسين انهم قيموا الماتش قبل ما يروحوه ان الماتش ده خلاص مصر هتكسب وحاجة تانية انت دلوقتي عندك نجحت قنوات مصرية في انها هتنقل كاس عالم وبالتالي قاعد في بيته مش هيروح في قناة مشفارة ولا كده فادي جزء من الجمهور برضو مراحش بس الناس كلها مكتش بتروحوا الماتشات المنتخب عشان تتفرج على الماتش الناس كان بتروحوا الماتشات المنتخب وكان بتتخانق على الماتشات المنتخب عشان توقف في ظهر منتخب مصر عشان توقف في ظهر منتخب مصر ما يسخن شوية انها انتظر الماتشات اللي جاية اكيد حيبقى في تدرج في عدد الجمهور اللي ممكن يوصل ويقدر تواسع هك سؤال تاني تفتكر النهاردة لو اعلنوا مثلا انه في الماتشات بتاعتنا ماتشات المحلية انه ابواب الملاعب او الاستادات هتتفتح للجمهور بكم العدد تفتكر كم ماتش في الموسم ممكن يبقى جمهور مالي المدرجة لا لا مش كتير مش كتير اه طبعا وفي ماتشات مهما حتى انت فتحت وقدتهم تعانوا وصلكم حتى مدرجات فاضية بدون ذكر اسماء فرق برضو لا يمكن لا يمكن هيكمل ولا النص ولا الرابع فطبعا دي زاهرة موجودة دلوقتي انا بقولك الجانب النفسي على الجمهور الحاجة التانية الناحة المالية برضو تكليفها رغم ان الماتش تسكرك بتلاتين جنيه الدرجة التالتة لكن هما بيحسبوها بقولك تلاتين واحنا مثلا من العيلة اتنين تلاتة دخلنانا في مية جنيه طب هنأكل بكام ونشرب بكام ونركب مواصلات بكام وكده فالحالة الاقتصادية لها تأثير برضو يبقى الحالة الاقتصادية والحالة النفسية عشان فرستين ظروف المباراة في الوقت ده ان هي لسه مصناش للمباراة اللي فيها القمة اللي ممكن تؤثر على نتيجة انت بتشوف جمهور النادي الاهلي في لما يكون ماتشات فاصلة وماتشات قاسمة لما كان لسه من شهر خمسين الف وستين الف الستاد كان بتقفل ليه لأهمية المباراة هنا انا بحس كده يعني او تحليلي للظروف اللي هما بيمروا بيها كده انا بشعر بنبض الشارع لان انا بقعد مع الناس بقعد في اماكن شعبية بقعد في البلاد بقعد في القرى بقعد مع كل ذلك فبحس الناس هي عايزة ايه او همومها ايه دلوقتي الصورة كانت حلوة يعني المنتخب قدم عرض كويس طلع بسكور محترم لعيبة كتير جدا تقلقت ازاي شفت اللقطة ما بعد المباراة فكرة والكلام على استبعاد امام وطارق وامام عشور وطارق حامد وحسين الشحات من المنتخب اللي يمكن طبعا فيه تفاصيل كتير مش هندخل فيها دلوقتي لكن بوازت الطابلول حلو حسستنا ان فيه حاجة في المنتخب مش على ما يوراق يعني مش عاوزين نقدر نقول انها بوازت او اضافت لكن نقدر نقول بصراحة لو انا كنت مع فيتوريا وعرفت ايه اللي حصل بالزبط كنا حنقدر نتكلم بس انا دلوقتي بتكلم على ما نقلول وسائل اعلام والصحافة والتلفزيونات وبعض القنوات كل دي كلمات او استنتاجات حصل كذا فعمل كذا حصل كذا فانا ما هقعد معاه هعرف بالزبط اللي حصل الحق ده راحكم عليه انه هو عامل تقسيبك بالسيناريو هات كتير اللي اتحكت لان حتى دي فيها تضاربة كابتن لا عشان كده لكن حتى لو كلمت على ما تم اعلانه المعلن عنه الناس بتقول انه اللعيبة مفترض كان بعد المباراة ما انتهت انه اللعيبة اللي ما شاركتش هتتمرن في مرعب الستاد وبالتالي كان فيه روايتين او كان فيه تلات روايات انه اللعيبة شاركت بس مش بجدية وانه اللعيبة ما رضيتش تشارك اصاصا في الميران هل بتشوف انه في توقيت زي ده وانت عندك بعدها مباراة مهمة بـ 48 ساعة وانت مطالب كمدير فني للمنتخب كمان انك انت تحافظ على القوام الاساسي لانه يعني اذا كان فيه قوام الاساسي لمنتخب مصر لازم اعتبر طرق حامد وامام عشور وحسين الشحات من ضمن القوام الاساسي اكيد من ضمن 18 لعيب بقدر لا لعبين بطولات طويلة هل شايف انه العقوبة تتناسب مع ما تم الاعلان عنه انا ما انا ما عرفش اللي حصل بس هو الطبيعي انه هو المباراة خلصة وتاني يوم هو هيسافر على طول فاللعيبة اللي هما ما لعبوش هيبقوا اليوم اللي قابليها لعبين تمرين خفيف ويوم المباراة ما تمرنوش ويسافروا واليوم اللي حيسافروا فيه مش هيتمرنوه هيبقى حوالي اربع تيام بدون تمرين غير تمرين واحدة النهاردة عملوه فبالتالي هو عايز تنشيط للدورة الدموية اللي عيبة تحس بنفسها انها تعرق ان الجهاز العضل يشتغل الجهاز تدور التنفسي يشتغل ان الفكر بتاعهم يشتغل ان عادي الفرقة دي كلها بتعملها طالما ما عندوش وقت يدرب فبيخلي كل المجموعة اللي هما هما كلهم 25 لعب 3 و 22 سفر لعبه بالله مثلا نقول 17 لان هو عمل استبدالات فاننا نقول 16 لعبه يبقى فاضل عندنا حوالي 9 لعيبة ولا كارت ارهاب بصراحة كابتن فريد ممكن يعني في ناس ربطة ده على فكرة باللي حصل قبل كده مع الزمالي مع الاهلي ومع الزمالي فكرة انه الاهلي في الاجندة الدولية الأخيرة في تصفيات أمم أفريقيا في مطش تونس الودي لعيبة الاهلي تلعب لا لعيبة الاهلي عندها مطشات رسمية بعد كده المعسكر ده لعبة الزمالي في مشاكل وفي تحيات في النادي فهو أصر على ان هو يضمهم فهل ممكن يكون تعرض لضغوط توصلته لمرحلة انه بالبلد كده يكشر عن أنيابه يقول للجميع أنا صاحب الكلمة الأولى والأخيرة وأنا اللي لازم أفرد رطي ممكن سيناريو انه كده واستغل النقطة دي في انه هو يظهرها لأنه أصلاً مش معقول هيكشر عن أنيابه بدون سبب لازم يكون فيها حاجة حصلت بس هو كشر جامد يعني كشر على أنيابه وإسنانه ودروسه كل الثلاثة وثلاثين سنة يعني مش الموضوع أنه هو يعني كشر لكن فعلاً مش هقدر برضه أقول إلا ما أعرف السبب لما أعرف السبب هنقول الحكم الحقيقي إيه في تصرفاته لكن من وجه وتفتكر أن أعرف السبب أكيئاً لما حاول معنا ما يرجعنا بعض ما هو معي في الاتحاد يعني بنقعد مع بعض ونتكلم وكده وبنقول فأكيد حيقول معنا خصوصاً يعني في علاقة بيه فهيقدر حيقول بالزبط إيه في حاسها حتى لو في حاجات مش مظبوطة أنت تذكر أعمال لما كنا هنا وبرضه في نفس الستوديو ونسخنا لما لعب تونس وقصرنا وبعدين لعبنا بعد كده قلنا الماتشات اللي جاية هتبقى أحسن أي مظبوط قلتني أنه مشكلة تونس أو مشكلة مواجهة تونس كان التوقيت التوقيت كان غالب أنا أنا بعد كده قلت له قلت له هذا الكلام قلت له أنت تسرعت في أن أنت تختار مباراة زي دي هي طبعاً صحة عشان الرينك عشان تجي الفرقة كبيرة عشان تعودهم على كده بس بص لفرقتك ما تبصش لفرقة التالية بص لفرقتك الأول هل هي جاهزة أولاً لأ فرقتك ما كانش جاهزة وفعلاً الرجل قال لي نفس الكلام قال لي فعلاً أنه يعني لأنه كانت أول مباراة له بعد ما هو جاي من برة وعايش في أوروبا وعايش في ناك في برتغال وفهم الفرقة دي فعادية عنده تعالى إيه لعب؟ قلت له لا هنا في مصر مش عادية عادية أن أنت تشوف الفرقة بتاعتك هل هي جاهزة أولاً لأ لمباراة زي تونس بدليل أنت لما لعبت يوميها كنت بتلعب أس يوميما جبت جول يعني هل ستعمل إيه مع تونس شوف هو بقى لما تعد صح وكده لما لعبنا الجزائر في الإمارات كان شكلنا غير هو بقى بعد برضو قال لي نفس الكلام ده قال لي يعني أن أنت كلامك اللي أنت قلته على تونس وبعدين لما جينا الجزائر لأن الفرقة قلت له أنت بتاخذها تارت أيام مش هتلاح تعمل حاجة لازم اللاعب أو لازم الخامة لازم ستكون جاهز فالحمد لله يعني فيه توافق بينه وبينه في الأعدات وفي كلامه وكده والتعامل مدرك هو الفكرة طبيعة التعامل هل أول حاجة مع فكرة أن اللاعب المصري ليه تركيبة خاصة وليه طريقة خاصة في التعامل معه حتى الناس لما بتقول لازم كل فرقة يبقى لها دكتور نفساني لأن اللاعب المصري محتاج لجانب نفسي وجانب يعني يقدر أنه هو يتعامل معاه وعايزه خبرة وعايزه كده نجاح أي مدرب في التعامل النفسي مع الفرقة والتعامل النفسي مع اللاعبة كل ما نجحت أنت يعني مع فرقتك والتعامل النفسي له دور أساسي ومش بقول دكتور نفسي المدرب نفسه لازم يكون عنده الجانب النفسي دي احنا خدناها وبندرس المدربين واللي يعملوا لازم يكون عندك إحساس للجانب النفسي حتى تكتسب اللاعب بتاعك وتضمه لك ويحس أنه هو جزء منك حيقدر يدي في الملعب لكن ما يبقاش فيه بينك وبينه جاب أو فراغ أو كده أنه هو يقدر يدي فيه تراهن على إيه كابتن فاتحي يعني هل الموقف ده أنا معرفش مين صح ومين غلط وهل القرار يتناسب مع حجم الخطأ أو العقوبة تتناسب مع حجم الخطأ ولا لأ لأنه فيه تفاصيل كتيرة جدا والحقيقة برضو عشان يعني بقول أكون بتكلم كلمة حق أنا عندي معلومات كتيرة جدا من مصادر مباشرة كات حضرة في الملعب والمصادر جوال منتخب يلا حد كبير فيها تدار فمش قادر أخد أو مش قادر أكون صورة كاملة عشان كده أنا قلت أنا مع حضرتك لازم أسمحها منه لكن في النهاية هل تعتقد أنه في النهاية برضو أنا لازم أحط نفسي مكان كل الأطراف أنا الدافع الأساسي بتاعي والمحرك الأساسي في ده ومصلحة المنتخب وإحنا راحين على كمان شهر في عشرة يناير أو 12 يناير تبدأ بطولة أهم أفريقيا فأنا محتاج كل لعيف فيه وأنا بشوف أنه طارق والشحات وإمام من أفضل اللعيبة اللي بدأ الموسم يعني مقدمين مستقل كويس جدا فأخاف أنه أخسرهم في بطولة زي بطولة أفريقيا هي البطولة الصعق الأصعب بالنسبة أو الاختبار الحقيقي الأول فيتوري معلش مع كامل احترامي لتصفيات أمم أفريقيا كان فيها اختبار حقيقي ولا ولا تصفيات كاسة العالم تقدر تقول فيها فيها اختبار حقيقي فيتوريا الاختبار الحقيقي والمحك الحقيقي لفيتوريا هيكون في أمم أفريقي هل ممكن نقول أنه على الأقل نفسيا خسر لعيبة بحجم إمام وطارق وشحات هو هو خبرته تخليه أنه لا أنه قاعد مع اللعيبة يعني هو قاعد مع اللعيبة مع الثلاثة معنا أنه بيعود معهم كان لو هو خسرهم كان خد القرار ومجمعش اللعيبة واتقلمش معهم لكن هو جمعهم عشان يقولوا مع القرار فهما اللي عرفوا القرار ما عرفوش من بر وبعد كده فلما بلغهم القرار فزميلهم جموا جولوا وبتاعوا يحاولوا أنهم يعني يصلحوا الموضوع أو يقولوا لأ أو كده فهو طبعا لأ خلاص هما تلتة خصوصا اللي ساعدوا على اتخاذ القرار أنه هما سفر 22 لعب عنده 3 حراس وعنده 19 لعب فعنده لعيبة وعنده اللعبة شافها اللي هي موجودة فحس أنهم برضو كلهم وفي يوم يعني من النهاردة البكرة مش هيقود مثلا لو هيقود أسبوع عشر طيام على الماتش وحيخطهم بره ما كانش كان لازم يخطهم لكن ده هي ليلة فهو حس أن الليلة دي اللي بيقوله أنا تعبان ولا بيقوله أنا رجلي ولا بيقوله أنا اتمرانش طبعا بقى استريح خليت هنا وما تسافرش يعني حرموا مثلا من سابريل لا مش موضوع فيتوريا هو صاحب القرار الأول والأخير دخل المنتخب كابتن فتحي هو صاحب هو ما فيش حد تاني ولا الجهاز اللي معاه ولا الجهاز إداري ولا اتحاد الكرة هو الوحيد اللي عنده القدرة أن يقول لده يروح لده جهد ده ينزل ده ما ينزلش هل بيتحدد معلش قبل ما روح لمطش بكرة هل بيتحدد للموديل الفني الإطار اللي بيتحرك على أساسه ممكن يرجع في إيه المين هل لو في عقوبة مطالب بأنه يبقى في ليحة هل مطالب يرجع ولا بيترك ليه مطلق الحرية في اتخاذ ما يشاء وقرارات هو الوجبات الوظيفية بتاعته كمدير فني للمنتخب هو نمر واحد هو الطب فوق ربنا فوق طبعا لكن هو هو أعلى حاجة في المنتخب هو يتصرف كما يشاء لكن ما نقولش الاتحاد بيتكلم أو يغضو أو يعرف أنا بقول ده لأنه إحنا برضو يعني يعني هقولها بصراحة يعني على مستوى التجارب كان لنا تجارب سابقة مع مديرين فني المنتخب مثلا زي كارلوس كيروش كارلوس كيروش كان ليه تأثير نفسي سلبي جدا على لعيبة اختارها هو وراحة المنتخب ورجعت من منتخب فقد مستواها أو فقد ثقاتها بنفسها وقعدت فترات طويلة جدا عشان ترجع تاني عشان ترجع تاني فالواحد يعني بيبقى متخوف أنه السيناريو ده يتكرر آه هم لعيبة طبعا تتمنى وتتشرف في نهاية مصر المنتخب لكن احنا كمان يهمنا أن احنا نحفظ على لعيبتنا بس هتحافظ وهو مش من النوع ده مش من النوع ده طيب عايزة أخذك لتصريحاته طبعا المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وسير اليوم بكرا ان شاء الله يعني أقيم من دقيق هستعرض مع كابتن فاتحي نصير أهم التصريحات اللي جاءت على لسان روي فيتوريا واسمعت عليها لكن بعد فصل سريع تصريحات روي فيتوريا فيما يتعلق بمواجهة بكرا ان شاء الله مصر وسيرليون في لايبيريا لايبيريا أنا فاكر ذكراتنا ما كانتش أحسن حاجة برضو في مرة من المرات خرجنا من تصفيات كسر العالم في لايبيريا دي رغم أنها ما كانتش بتنافس يعني لكن كذبتنا 1-0 جورجوية في الحاضر اللي جائب أقول أنك دلغتي بقى رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية طبعا ده واحد من أعظم لعيبة أفريقيا لعيبة يعني كان واحد من لعب فيه لعجبة جات في تاريخ أفريقيا كده طبعا أفريقيا يقدمك كتير جدا لكن جورجوية واحد من النواد من قصة وحكاية ورواية من اللعبة اللي جات في أفريقيا طبعا واللعبة الأفريقي والوحد اللي خد بالاندور وهو بيلعب في الميلة طيب خلينا نروح لتصحيحات فيتوريا كابتن فتح واحد طبعا مواجهة سيرليون صعبة وهدفنا الفوز بكل المباريات والتأهل للمونديال ما أكد فيتوريا أنه مباراة بكرة هتكون صعبة ومختلفة عن اللقاء الأول أمام جيبوتي متأكدون من صعوبة اللقاء لأننا سنواجه خصما قويا وهدفنا الفوز في كل المباريات وأمام كل المنافسين رأينا أشياء مميزة في منتخب سيرليون وندرس هذه الأشياء باهتمام كبير ونحاول التغلب على نقاط قوة المنافس وخصوصا أن سيرليون حققت نتيجة جيدة آخر مرة واجهت فيها منتخب مصر بيتوريا تكلم على أنه تعادل سيرليون في اللقاء الأول طبعا كل الفرق المجموعة باستثناء مصر تعادلت تكلم على أنها تعادل سيرليون في اللقاء الأول وتصفياتها يخلي ليها دوافع أكبر في مباراة بكرة وهدفها الفوز أمام المنتخب المصري بما أنها مباراة سيرليون قال أنه منتخب إثيوبيا طبعا اللي تعادل مع منتخب سيرليون في المغرب خلى بشكل كبير جدا مباراة بكرة صعبة جدا حسبيا على المنتخب السيرليوني ومش في حساباته أنه يفقد مزيد من النقاط اتسأل طبعا في المؤتمر الصحفي على قراره باستبعاد الشحات وطرق حامد وإمام عشور رفض التعليق وقال أنه ما فيش أي تعليق على هذا الأمر وخصوصا أنه اتحاد الكرة أصدر بيان حول الواقع والأمر بالنسبة لي منتهي ولا نفكس هو في مواجد سيرليون ولدينا الكفاءة اللازمة لخوض المباراة قال حطينا في اعتبارنا الرحلة الطويلة من مصر لليبيريا لأننا كنا نعلم أنه الصفر هيكون رحلة شقة لكننا حضرنا وإعدادنا نفسنا بشكل جيد جدا وكل اللاعبون جاهزون وقدرون على خوض المواجد بدي اهتمام زيادة شوية المباراة بكرة ولا هي ممكن تكون مقدمات عشان يحسس لعيبته أنه أنتو مش في نوزها أو أن المباراة مش سهلة أو النتيجة مضمونة ما فيش في كرة القدم دلوقتي في العالم مباراة سهلة أي أندية منتخبات مجموعات أي مستوى أي درجات أي مباراة 11-11 غير مضمونة غير بعد نهاية آخر صفارة للحكم اللي بيدير المباراة فهو لما بتكلم كده بتكلم صح لما فيش منطق ما فيش حاجة ما فيش جارانتي ما فيش ضمان يقول أننا ده لازم يكسب ده لكن إحنا ممكن نحس وبيننا وبين بعض إحنا لعبنا أثيوبيا هنا في قبل تونس جاءت هي سيريليون لعبتها الوقتي ولعب هم من اتنين في المغرب فنحس أن الاتنين يعني بس الظروف متشابهة كابتن مفتح يعني إثيوبيا وسيريليون لاتنين ملعبهم مش معتمدة متحدة أفريقيا فالعب ور بالضبط كده فماتش إثيوبيا مع سيريليون اتلعب في المغرب فالسيريليون أيضا مسافرة من المغرب لليبيريا عشان تلعب منتخب مصر فأصد أقول هنا مفيش أرضي وأرضك لا 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 يعني حتة الجمهور وحتة الأحماس وحتة الفيلين والشعور بأرضي لا لكن يبين لنا المستويات فين لأن أنا مش عايز أقول الرينك بتاع ده إيه وده إيه لا إحنا خلينا في الفترة اللي إحنا فيها دي يعني هم مع أثيوبيا لما جم هنا أثيوبيا اللي كسبناها واحد وفرقة برضو ما كناش إحنا جاهزين ما كناش لسه نضغنا وحتى لما كنا جاهزين ما إحنا لعبناهم في أثيوبيا وخسرنا 2-0 آه دي قصة تانية دي اللي هي في التصفيات اللي أقولنا هي دي لكن إحنا بنقول يعني أنا أقول حتى المنتخبات الصغيرة ممكن تتعبنا يعني لما أعلننا تم الإعلان عن قرعة كس العالم المجموعات قلت إنه منتخب بصرف النظر طبعا إنه منتخب مصر من وجهة نظري في حتة تانية بالضبط ومش شايف إنه آه ممكن بوركينا فاسو أو سيراليون شوية ممكن يكونوا منتخبات منظمة بوركينا أعلى بقى منهم بوركينا فاسو أعلى 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 ناخد تقييمك للمنتخبات لموقع متباتتك ليه لكن قلت في النحية إنه إذا أراد منتخب مصر حاسم بطاقة التأهل عليهم هو يفوز خارج أرضه دايما ما تشطنا اللي بره الأرض هي اللي بتبقى صعبة بصرف النظر عن أسم المنافسة جابت الفتحة وهي اللي بتعمل الفرق في بعضها يعني بتحسسهم وبتديهم القوة وكده بس أنا واثق يعني نقول سيرليون مع أثيوبيا هم كده بس إحنا ما كناش جاهزين جدا لما لعبنا أثيوبيا هنا والماتش الأولاني لأثيوبيا قصرناه برضو ما كاناش إحنا الفرقة بتاعتنا لكان لها ظروفة خاصة لكن الفرقة دلوقتي بقت أصبحت فرقة منظمة فرقة لها شكل فرقة لها أداء فرقة بتلعب بطريقة خطة جوة المباراة المباراة الأخيرة دي قاعد يلعب في المباراة أثناء المباراة بكذا خطة مش بكذا طريقة بكذا خطة جوة المباراة انت شايفيني فيتوريا بقى ليه بصمة مع المنتخبة كابتن فاتحي لا شايف شكل أداء اللعي بقى يعني انتظامهم يعني المرحلة أنه يستكشف وأنه يجرب لا لا خلاص عديني المرحلة وأنه يلعب مع مستويات مختلفة من المنافسين عديني المرحلة دي عديني المرحلة دي يعني أصبحنا دلوقتي قادرين فهي الفرقة دلوقتي جاهزة أما أقول مصر سريريون لا مفيش يعني المشكلة بس في الملعب أنه نجيل صناعي أنه ترتان ترتان يعني نجيل صناعي هو ده اللي بشكل خطورة علينا شوية طبعا هم مهدين عن إيه وإحنا دي حتقلل مننا شوية يعني اللي بيدي 8 من 10 هايبقى 7 من 10 هايبقى 6 ونص عمره ما حيدي زي الملعب نجيل أما ألاقي مثل اللعيم مثل مرة أعطي الماتش اللي فات بيت زحلة ويقوم ويجي ويعمل تاكلنج والكلام ده كله ما يعرفش عامل دفعا هناك مش عامل الكلام ده أي تاكلنج حتلاقي يتعور وجي وريب فمشاكل الترتان أو الحشيش الصناعي اللي هو الأرتفيشي الجراز ده ده خطورة عليه ونطة الكورة وخصوصا لو فيه أمطار يعني لو فيه أمطار دلوقتي عندهم في اللي بري هتلاقي الأمطار جات ونزل دي هتعمل لنا مشاكل 48 ساعة الفارق 48 ساعة الفارق الزمني بين المطشين واللي فيهم رحلة صفر إلى حد ما طويلة وشقة تستدعي أنه يفكر في المباراة من ناحية الطريقة والتشكيل بشكل مختلف من التشكيل أنه هو أكيد محتفظ بناس عشان يلعبوا هناك مين يلعب على مين من وجهة نظر كابتن فاتح أو مين فرصه أكبر في مباراة سيراليون بكر لا ما هو فيه أساسيات مش هيغيرها يعني نقدر نقول مثلا السبب اللي هو مثلا الشناو مش هيغيره خط الظهر ممكن هاني ممكن هاني يبدأ بكر على حساب عمر على حساب عمر عسنا في الحتة دي هو عايز واحد عنده خبرة عنده كده يعني في خط الظهر يعني أحمد سامي ممكن ما يبدأش يعني على أساس ممكن ربيعة أو ممكن ربيعة أو ممكن هما التلاتة بس اللي رحين ما فيه جل الربيعة يعني لو سامي مبدأش يبقى ربيعة احتمال أو علي جبر وعلي جبر مع عبد المنم لأن عبد المنم أساسي ليه رياح الماتشي الفات خلعه في الشوت ده عشان عاوزوا الماتش ده ويبقى أسم بين علي جبر كل واحد خده الشوت عشان كله حتى رجله في الملعب يبقى جاهز يبقى هما الاتنين ده تخيل برنا وسط الملعب معروفين اللي هما طبعا صلاح أكيد حيلب أي ومصطفى رأيك في تركيبة النص الملعب اللي رهن عليها في مطش جيبوتي آه زيزو مروان عطية قدام كان مربوش في البداية مع صلاح بعد كده تريزي جي يعني التركيبة دي ميال أكتر هو أو طريقته قرية حكل شخصيته للفكر الهجومي يعتمد على لعيبة بروفايل بتاعها هجومي أكتر منه بس هناك احتمال ما يبدأش بزيزو جنب مروان آه يعني عايز يأمن الحتة دي آه هو ابتدى بمروان وزيزو والنين آه آه شايف إن احتمالات احتمالات بداية زيزو صعبة في مطش في مطش زي ده بس هو مين أو طارق بقى خلاص هنا موجود حمدي ممكن آه آه ممكن حمد فتح ممكن حمدي فتح ده آه مش ممكن ده أكيد آه يعني حمدي حيلعب وترزيجية حيبدأ الماتش ده ممدأش لكن هنا حيبدأ في الماتش ده مم فيعني ده الشكل اللي 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 ألعاب أو اللعابة اللي عندهم خبرة اللعابة اللي عندهم أداء اللعابة اللي هم مفورمة اللي هو نزلهم في الشرط التاني يحسوا بالفرقة ويبقوا موجودين معهم الأسماء اللي حقق التشكيلة ساك من شارك أو مشاركش الأسماء اللي واقع عليها اختيارات فيتوريا هادي الأسماء اللي بيفكر فيها لأنه ما عنده فرصة للسعادة لهم مع أفريقيا هل دي التشكيلة أو الأسماء اللي بيرعان عليها فيتوريا في كوديفور هو ما عندهش بره غير الونش لو إن شاء الله وحجازي بس يعني وحجازي لأنه عايسهم في الحتة دي بس هل للوقت حيسمح له أن الونش ملعبش والمباراة وحجازي ملعبش والمباراة بس احتمال حجازي لو لعب كس العالم للأندية صعب أو كابتن هو لو لعب وشافه هيبقى يعني تالي مش بس أنه طبعا نتمنى له السلام حجازي من الأوراق المهمة جدا وخبرة كبيرة جدا وليه دور قائد جوه المنتخب لكن كمان عشان يجيب فورميته بعد فترة بتاعات طويلة أعتقد محتاج مطشط كتير طبعا حاطر لا هو ممكن طبعا أكرم توفيق أكيد هينضاف لأنه ممكن يكون معاه مين اللعيبة اللي استغربت كابتن فتح إنه ماخدهمش بيتوريا في المعسكر ده أو في التوقف ده لا أسل دي مباراة بدايات لكن هو شايف اللعيبة التانية اللي ما أقول أكرم لسه جاي من إصابة فيعني إنه هو الله جاي من إصابة حسناش إنه هو كان صراحة يعني الناس كلها حاست إنه رجله في ملعب ولا كأنه غب ولا ثاني الطاقة تيجي في أول مباراة ومباراة نص مبارتين لازم يريع شوية كده عشان يرجع تاني يركفر ويرجع تاني الوضع ويرجع لأداءه فأنا واسخ إن شاء الله بقمر الله يعني هو عنده لقت مجموعة كويسة عنده مجموعة كويسة عنده عند السكواد كويس هي المشكلة عنده طالع ونازل في حرص المرمى ويمكن هو مركز على صبحي محمد صبحي حرص المرمى مع الشناوي وأحمد الشناوي محمد صبحي لأنه سنه صغير عايز يبقى الفرقة فيها سنه صغير واخد لعيبة سنهم صغير وليم الشبير وليه مهم شبير ما بلعبش هو صبحي اللي بلعب يعني لعب عنده لا بس هو التاريخ بتاع صبحي لا نهاية أفريقيا لا التاريخ بتاع صبحي إنه لعب فهو عايز واحد سنه صغير جنب الاتنين الكبار فلازم يكون حد صغير وأكيد شبير حيجي يعني حيجي له دور يعني مصطفى شبير ده أكيد بس هو عايزه يكون في الملعب ودهس وكده صبحي لعب كتير الفترة دي ما بلعبش عواد بلعب عليه التلات تجوال دولت كلهم يعني مثلا عواد واحمد شناوي دورك جيل واحد كان بلعبه في كاس عالم ناشئين كلومبيا 21 2011 كان فيها صلاح كان فيها النني كان فيها حجازي وعشان الناس والله ما تحسبهاش أهل وزمالك وعواد كان يستحق يروح الملعب من بقولك يعني يعني عواد الماتش اللي فات لما اللي قبل كده ما كانش اختار أحمد شناوي كان مختار أبو جبل أبو جبل ما كانش جهز اللي جهز عواد لأنه هولي كان بيلعب كان مفروض يتاقد فهو واخد صبحي بغرض أنه هو سنه صغير وواخد أحمد شناوي دا جول أحمد شناوي نفس سن عواد نفس جيله وهم الاثنين كانوا نادر واحد اسماعيلي عواد اسماعيلي والشناوي مصري وكنوا لهم خط قناة لأن دولة الجيل اللي احنا روحنا به كاس العالم 2011 في كلوب بيا فكان موجودين دولة الاثنين حراس كان عواد وكان أحمد شناوي وأحمد شناوي من لعبة البرومسين بس هو كان عمل غضروف وعمل رباط صليبي ورجع فاخد الفترة دي التحدي الحقيقي الفيتوريا بالنسبة لك كابتن فاتحي هو أنه ياخد مصر يوصلها للكاس العالم ولا أنه التحدي الحقيقي أو الاختبار الحقيقي هيكون في أمم أفريقيا كود دي فور أنا شايف أن كاس العالم بالنظام ده أسهل من كاس أمم أفريقيا صح أنا شايف كده معرفش يعني أمم أفريقيا صعبة عليه لأن أمم أفريقيا فيه حي قابل ناس تقال أو الفرق الكبيرة اللي هي كانت تقالية من بتطلعنا في كاس العالم أي لكن هو مش لقى حد اللوت في كاس العالم طيب خلينا أسألك حاجة تانية أنا وصلنا مع يعني أعظم إنجازاتنا بعد السلسية بتاعت كابتن حسن شحاتة بن يديده الصحة وطلت العمر يا رب أحسن إنجازاتنا كانت مرة مع هكتور كوبر قدام الكاميرون وصلنا فينل ومرة مع كارلوس كيروش قدام السنغال وصلنا فينل وفي المطشين خسرناهم هل شايف إنه النسخة دي أو الجيل ده أو التشكيلة دي في منتخب مصر تخليك تراهن على إنه منتخب مصر مع فيتوريا عنده حظوظ في تحقيق لقب أمم أفريقيا ولا إحنا لسه الفارق بعيدا شوف أنا بقول إحنا حظوظه أنت جبتيني على السلسية بتاعت كابتن حسن شحاتة مش عشان أنا في قناة الأهلي هنا أنا بتكلم بفكر علمي وانتقاء التلب بطولات 2006-2008-2010 ارجع أنت بالتاريخ للنادي الأهلي للنادي الأهلي هتلاقي النادي الأهلي البطولات وهو أفريقيا في 2006-2008-2010 وحتلاقي إن إحنا كنا بنلعب نهائي أفريقيا دايما زمان كان بتعامل في ديسمبر ففرقة في الطوب فورب كنت بتلاقي كام لاعب من النادي الأهلي في منتخب مصر اللي حيلعب في يناير كانت لسه الفرقة جاز يعني إذا بتخلص في دسمبر بتاخد المجموعة اللعبة على الأقل على الأقل تمانية في الملعب هو بياخد أكتر لكن تمانية في الملعب من النادي الأهلي فلما أخد تمانية مع بعض واجيب اتنين من البرة واحد هنا من الزمالك على واحد من إسماعيلي أبص ألاقي الفرقة دي خلاص بقتل 11 إن أنا بلعب فيهم فكسبت 2006 وكسبت 2008 وكسبت 2010 طب ما الظروف مشابهة وقته ما اللعبة دلوقتي في الأهلي يعني ما تقرر الجيل ده بالجيل اللي حاك بتتكلم عليه وصل أربع نهائي دوري أبطال واخد منهم تلاتة واخد اتنين برونزات كاس عيرم بس أنت توقيت اللي أخذ أنت دلوقتي كانت في شهر 12 وصلت للطوب فورم بالمجموعة دي وخدت كاس أفريقيا ده شهر 12 شهر يناير تروح بطوبة أفريقيا أنت دلوقتي ما وصلتش مش شهر أفريقيا يعني المسافة بعيدة اللعبة دلوقتي يعني أنا بقول إن اللعبة تكون اكتملت الكمال طبعا الكمال اللعب لكن اكتملت ونضغت وظبطت في الثلاث بطولات أيام من الجزيل كان بتلاقي الفرقة جهزة تاخدها تلعب بيهم يعني هتراهن ولا مش هتراهن على أمم أفريقيا في كودفوار لا أمم أفريقيا في كودفوار طبعا يعني على الأقل لا حنخش من ربع زيب على الأقل نخش من ربع زيب ده تعتبر بداية نجاح فيتوريا ما دون ذلك يبقى لا لا ما دون ذلك يبقى مش ممكن بس انت هتخش وممكن تخش هده وصلت نهائي سهل جدا على اللعيبة ومدى نطجوهم ومدى تكاتفهم وبعدين احنا عندنا الوقت الفترة اللي جاية انه هو هتظبط لكن الفرق التانية كمان ما بتتفرجش الوقت طيب عايز اخد رأيك في مجموعاتنا صحيح المطشاط التانية انتهت بالتعادل لكن دايما تصفيات الكاس العالم بالذات التصفيات مش عارف ليه بتبقى يعني أرض خصوة للمفاجئات منتخب صغير يطلع لك من هنا ومنتخب صغير يجي من هنا تلاقي الدنيا والحسابات بس مش هنلاقيها مع منتخب مصر لكن هل شايف فيه منتخب ممكن يصل لدرجة انه يبقى منافس لمنتخب مصر وضعف المنتخبات ده ممكن يخلي منتخب زي بوركينا فاسو يراهن على هو بوركينا فاسو هو بوركينا فاسو بوركينا فاسو اللي ممكن ما توفقش بأي طريقة يحصل ايوه فانحنا لازم نجمع من حوالي كتير تمام وما تشيب هو النهائي مواجهات المباشرة طب ناخد ترتيب مجموعاتنا فيه تصفيات كاس العالم بعد انطلاق أو بعد انتهاء بقى الجولة الأولى منتخب مصر دلوقتي يا كابتن فتح في الصدارة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على الجيبوتي اثيوبيا سيراليون رينيا بيساوب وكينا فاسو كلهم في المركز الثاني متسويين في عدد النقاط نقطة واحدة لانه مطشطهم مع بعض انتهت بالتعادل زي كلمت مع كابتن فتح وجيبوتي بلا رصيد من النقاط في المركز السادس والأخير المناسبة بما انه من لعبتنا المحترفة يعني غير لعبة لعبة الاهلي مع منتخب مصر جنوب أفريقيا كانت بتواجه فريق بنين وادرت تكسب بين واحد بهدف بيرسي تاو سجل هدف لمنتخب جنوب أفريقيا وجنوب أفريقيا فازت فوق لهم مبارايتها بنتيجة بين واحد بين واحد طيب ياخدنا ده الملف الاهلي شوية يهمني يسمع مع حضرتك برضو فترة التوقف بعد فترة صعبة شوية على مستوى النتائج وعلى مستوى الأداء بالنسبة لأهلي بعد إن شاء الله معسكر منتخب عندنا مواجهة مهمة جدا انطلقت مشوار دوري أبطال أفريقيا مواجهة ميدياما الغاني شايف الفترة دي ازاي وشايف إنه قادرين نرجع لأنه داخلين طبعا عندنا ميدياما وبعدين يانج أفريكنس في تنزانيا يانج أفريكنس من فرق اللي بقت يعني بتقدم كرة ومستوى كويس جدا وصل نهائي كونفترالية السنة اللي فاتت وبعد كده الشباب له ازداد أو بطول الكاس العام فإحنا رجعين على مجموعة مطشوات صعبة شايف العودة ازاي وشايف الإسبوع ده ازاي ممكن كرة ليستغلوا مع عودة للتدريبات بكر ما هو يرجع العودة هو الغرض منهم أن عملهم عزل كامل عزل عزل يعني خلهم بعدوا خارس لأنه هو قاعد يفكر في الفرق من أول كاس السوبر خسرناه وبعدين روحنا ندخلين في البطولة التانية اللي هي بتاعة دور السوبر أفريقيا اللي هم التمن فرق برضو خسرناه فإذا اللعبة بقى عندهم مش حول إحباط في حاجة جواهم كده يعني زي حزن وضغط عليهم وهم بدأوا يفكروا السنة دي فيها إيه الناس كلها بتسأل السنة دي فيها إيه ده اللي مزود شوية الصعوبات والضغوط على بداية مشوار دوري هو عاوز بقى يفصل عن اللي فده كله لكنه حيب ده النهاردة جديد فقال لهم الأجازة سبع تيام قال السبع تيام دوري تبعدوا خالص عن الكرة بعيدوا عن أي حاجة إحنا جايين من جديد دلوقتي انسوا اللي فات يعني انسوا أي حاجة اللخبطة اللي حصلت دي تفسيرك لها إنه في أسماء أو لعبين كانوا سبب أساسي في نجاح كولر في الموسم الأول تراجعوا عن مستواتهم ولا إنه طريقة كولر ممكن تكون تغيرت ولا هو تراجع عام نتيجة إنه الموسم بدأ بمطشط صعبة أو بطولات صعبة في بداية الموسم لا هو مش بداية اللاعب المصري للأسف اللاعب المصري لما بيكسب بطولات كتير وبطولة 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 بيحس إنه هو أقوى من اللي حواليه وبيشعر بديه لكن ما بيقديش اللي يخليه أخذ البطولة هم نسيوا الطريق اللي كسبهم السامي فاتت هم نفس اللاعب بس نسيوا إزاي الموسم الماضي البطولات الخامسة اللي لعبوها نسيوها نسيوها إزاي إزاي إن أنا كسبت كنت بلتزم كنت بنام كويس كنت بأكل كويس كنت بنزل في التمرين أنافس كلام الرجل بيقوله المدرب بيقول لي عمل كذا 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 الفرص دي ما كانش بتضيع الحماس الضغط القلب الروح كل دي بدأت تهرب منهم وتهرب من اللاعب ودي للأسف دي بيحصل فيها عدوى ده يتعد من اللي جنبه واللي جنبه يتعد من ده إن إزاي يشوفوا كده مثل يعني مش اللي هو نازل بفرموته نازل بقوته نازل بكل تركيزه إن أنا لابد إن أنا أكسب ووه وكده فهم تخيلوا إنه عادي إحنا آه أبطال إفريقيا وأبطال كل حاجة وبنكسب كل مبارات أيها تم تكسب تبرينا السلفات كنت بتعمل إيه هل بتعملون إزاي السنة دي لا أخرها مبارات الدول الراحة وإسبوع من وجهة نظرك فترة كافية الكولر عشان يصحح أو راوة ويرتب أوضعه هو عملها شيء من العزل يعزل الدماغ اللعيبة عن التفكير ويبقوا في الملعب عشان ما تمشيش للسلسلة عشان يجي يقول ده نبدأ من دلوقتي أي فهو حيبدأ من دلوقتي مركاته الأهل اللي جاي شايفه محتاج يدعم فيه أكيد إيه المراكز اللي محتاج ده الأكيد راس الحرب راس الحرب راس الحرب راس الحرب في الماتشاط مرة واحدة أو الدال وتسعين ديها مرة طبعا يعني اه طبعا ما كنتش ما تبدأش بيه هو لعيبه عنده خبرة وكده خلينا نقول حاجة يعني حنخرج بها برا نقول الكابتن محمود خطيب لما بطل وكان ليه الشرف كنت معاه بنتناقش وكده يقول لي لأ في دلوقتي مبطل وعشان وعشان السر في انه هو يبطل ايه انه لقى نفسه بيتمرد في الملعب وجاهز في الملعب وكده بس جسمه مش مساعد ينفيزه ونفقه عايز يجيبها فييجي يرفع هو لازم يرفع كده شوية ما بتترفعش مش بييده بس هو عارف انه لازم يجيبها كده عايز يحطها كده بيحطها بس مش بالسنس ده لان اصبح الجسم لا يتجوب مع المخ المخ بتاعه اعلى يومي هقل لي انا مش هلعب مش هكمل فيه فرق بينه هو القدرات خلاص هي دي حدودها وفيه فرق بينه اللعيب بعد لفترة قدراته قال له قالت لكن يقدر يستعيد قدراته مودست اي نوع لا لا بس بالجسم ده ما يستعيدش ما يستعيد الجسم عايز وقت انا بقول لك اللي هو انا اسف ان انا قلتها يمكن خطيب يزعل مني ان انا اقول حاجة ما يزعلش لكن انا بدي مثل لقرار اللاعب اللي هو المهارات بقولي ازاي لاعب بخه كله كورة بس جسمه مش مساعده مش مساعده ان هو يجري كورة هي حاجر الاسبرينت والمسة قبل الخص الجسم مش مساعدني لكن مخي في كورة صحيح انا مهدرك طبعا ودي دا علامة اللعيب الكبير يعني اللعيب العادي اللي معتمد على البدني او المعتمد او اللي هو ما يعرفش فكر كده دي خصة تانية ده تفكير اللي هو بيقوله ده ده بيدرس للناس كتير بره بعد كده بعد ما بطل يعني ما يخدوا منه الحاجات دي اما جي المودست مودست لعيب كبير لعيب في مخه كتير في كورة كتير في اداء كتير في دماغه كل ده جميل لكن مش جسمه مش مساعده يعني بيعمل دبل كيك اللي كان عمالها دي او يعملها وهو جسمه مساعد لكن ما يعني انا بيت خاف عليه وخاف على الارض وخاف على الدنيا كلها يعني لسه مش مساعدك لازم تفكر بده صحيح رأينا عليه في كاس العالم طيب على مودست يقدر يعمل حاجة يجهز قبل كاس العالم ده في ديسمبر اه عشان تجهز يعني محتاجة وقت بدعوله بدعوله بالتوفيق وبدعوله بالتوفيق وإن شاء الله وإن كنت بشوف إنه ممكن جدا يخدم مرس الكولر في إطار مدى زمني معين من عمر كل مباراة وفي طريقة لعبه معينة مختلفة شوية عن الطريقة اللي بيعتمد عليها الكولر بشكل أساسي نوارت الدنيا كابتال فاتح ناسعد بيك دايمن نتمنى إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا بكرة قدام سيارة اليون نوصل بس العالمة الكاملة ونقفل محطة كاس العالم ونفتح ملف بطولة قوم أفريقيا إن شاء الله اللي أماننا فيها في الجيل ده وفي التشكيلة دي من نجوم المنتخب وما زلت قصر وما زلت عند رأيي إن فيتوريا الحقيقة تجربته مباشرة جدا ونتمنى إنها تستمر على نفس المنوات نوارت الدنيا كابتال فاتح شكرا يا كابتال حمد وسعيد وإن شاء الله بإذن الله نلتقي المرة الجاية وبرضي أقول إن أولادنا وأهلنا في غزة يكونوا يعني خدوا حقهم اللي هو حق السماء وليس حق الأرض وزي ما بقول السماء هي العدالة إن نصر الله لقريب بإذن الله رب ننصر أهلنا في غزة إن شاء الله بشكركم على المتابعة تحياتي لكم وقفة نتابع فيها مباراة مصر والسيلانيون مع تمنياتنا للمنتخب بتقديم عرض قوي ونتيجة تضمن له صدرات المجموعة وتضمن له التحقيق العلامة الكاملة بستة نقاط بشكركم تحياتي لكم